أمين المظالم يكشف أسباب تأخر إجراءات اللجوء في النمسا وتعثرها يعني أمين المظالم يعني بيقول أنه فيه إجراءات للأسف بتؤثر تأثير سلبي على الإجراءات اللجوء في النمسا وهناك تعنت بشكل أو بآخر وده يمكن من ضمنه الأسباب اللي احنا تناولناها في الأخبار الماضية يعني هذا اعتراف مباشر من الفولكس أنفالتشافت أو ما يقال بالعربي أمين المظالم فعليا طبعا عندما أخرج تقرير أمين المظالم طبعا كان يوجد به عشرات الاعتراضات من عدة جهات شعبية بسبب هذا التأخير في ملفات اللجوء فقال لك أنه بسبب قلة الموظفين وأيضا ماذا سيدي الكريم بسبب قلة نقص الموظفين نعم هي نقص الموظفين وأحيانا ماذا تذكر في خبر حكيناه سابقا أنه بسبب نقص الخبرة أيضا يعني ليس نقص الموظفين فقط نقص الخبرة طب لماذا لا يتم تعم محاكم اللجوء بموظفين جدود لماذا ألا يوجد لا أعتقد يوجد كثير ولكن هذه من ذات السياسة التي ينتهجها حزب الشعب باعتبار هو المسيطر على وزارة الداخلية وما إليها من محاكم متعلقة باللاجئين من لم شمل وغيرها يريدون تصعيب هذه الأمور يعني بفوت الواحد عن نمسا بيقعد سنة وسنتين ولسا بيستنى المقابلة بعد ما بيستنى المقابلة بيستنى سنة تانية لا يجي الرد ليش هذا الشيء ليش هذا التصرفات فكلها تصبض من سياسة تكريه اللاجئين بسياسة اللجوء في النمسا وبالتالي يقولون لأحملوا حالكم روحوا شوفوكم بلد آخر فبالتالي هذا بصراحة هذا التقرير هو ليس أكثر من فضيحة جديدة تضاف إلى النمسا